يعني أعتقد أن الموضوع لي رادعين الرادع الأخلاقي عند كل شخص بسم الله رادعين الفضل الرادع الأول هو الرادع الأخلاقي عند كل شخص أنا شخص متربي على مثلا صخافة عدم رميل القمامة في الشارع أنا طول عمري مثلا أكل شيء حط الغلاف في الحقيقة سواء في المدرسة سواء في الجامعة دائما بحمل معي مناديل معروف عني كده لو روحت أي مكان أنا بطبق نفس الأخلاق اللي عندي ديت بدون أي تغيير خلاص سيب هذا النموذج الجميل أنا أكلمك على المتناقض بالضبط اللي في جوارع القاهرة الإسكندرية المنوفية بيرمي في الشارع هنا بيلتزم لماذا؟ عشان ما فيش الرادع الأخلاقي بيبقى في الرادع القانوني اللي هو لو الشخص ده رمى لشيء ده في الشارع بيتعاقب فورا قانونا ييجي الزابط يوقفه يحرر له مخالف على طول فلو ما فيش زابط يعني حسب كل مكان يعني فيه زابط على كل وراء كل مواطن وراء كل سايح حسب كل مكان بيكون في رادع أنت هنا كيف تمارس؟ ببالرادع مجتمعي أن الناس مثلا مش بيرموا لحاجة في الشارع يعني أعرف يعني أفهم من هذا أنه إذا ما فيش لا ضابط ولا مجتمع ممكن ترميها؟ أنا عن نفسي أنا؟ لا بالطبع لا لأن أنا عندي الرادع الأخلاقي عن جد؟ أنا عندي الرادع الأخلاقي شكرا لك 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 شكرا لك